حضراتكم الموضوع اللي هنتكلم فيه على بساطه إلا إنه في منتهى الأهمية اللي في الدنيا بينتج عنه أو بتحديداً بينتج عن الإفراط فيه أو التقليل منه مشاكل كتيرة جداً في الجسم أنا بكأنه بخضراتكم عن الميا ده اللي هنتكلم فيه مع دكتورة دينا بصعود اللي بنوراني في حلقاتنا النهاردة صباحاً فل عليك يا دكتور أهلاً بيكي صباحاً خير، إزاكي كريم ربنا يا خديقي الحمد لله كله تمام أنا واحد من الناس بقي دينة عندي مشكلة مع الميا ابتديت أخذ بالي مؤخراً أن أنا فعلاً فعلاً كنت عايش غالط الفترة اللي فاتت بأن أنا أكاد أكون ما بشربش ميا غير كل فين وفين تعالي مستدي بيا وباللي زي الناس اللي ما بتشربش ميا غير كل فين وفين وبيستبدوها بسوايل تانية عصاير تانية ماشوا بات غزية وانا معالفايت رأيك فيه فالموضوع ده إلى أي درجة هو موضوع خاطئ بص يا كريم هي الميا أساس كل شيء حي الموضوع ده خاطئ جداً يعني جسمنا عبارة من خمسين لسبعين في المية منه ميا كل خلية في جسمي وكل نسيق في جسمي وكل عضو شعري جلدي بشرتي أعضائي كلها محتاجة ميا عشان تقدي وظيفتها الميا مهمة لحاجات كتيرة جداً من أهم فوائد الميا أنها بتعمل حاجة اسمها هي اللي بتضرط السموم من الجسم لو مشربتش ميا كويس السموم هتبضل موجودة في الجسم وتعملي مشاكل الميا بتعمل على سرعة معدل الأي الناس كتير مش عارفة كده والميا سقعة فيه مقولة مثلاً ناس تقولك إيه اشربي ميا سخنة على الريق دي اللي بتحرق الدهون إن الميا سخنة تنزل بتحرق الدهون أنا لما بشرب ميا لازم تكون متلجة وأنا قول دهون يراحل شرين دهون يراحل فيه أنت في نعمة يا كريم اللي ما عندكش دهون يعني دي أنا بقوم معين في إن أنا بعمل الحاجات الغلط يعني فيك المعان في الموضوع أنا ما عرفش معلومة الميا السقعة دي وأعتقد برضو ممكن يكون في البعض من حضراتكم يمكن يبقى أول مرة بيعرف الحكاية الميا السقعة هي اللي بتدوم الدهون بالزبط والميا كمان ليها فوايد كتيرة جدا ليها تدائم طبعا الصحة الجسدية والصحة النفسية اللي اتنين وليها فوايد في عملية الهضم حتى تلاقي ناس كتير مثلا لو عندها امسك يقولك شربوا ميا كتير عشان الميا بتزبط عملية الأهو بتسهل الإخراج وبتزبط عملية حركة الأمعاء فالميا أساس كل حاجة حية بتعمل ديتوكس بتزبط أنت صحة نفسية بتزبط نظارة بشرتي شعري الجاف بنقولك الشرب الميا الشعر الجاف يمكن حتى لو يسألوني تب نعرف زينا بننسى نشرب ميا الشعر اللي بنت شعرها جاف جدا مثلا يبقى أكيد عندها نقص في الميا شديد اليورن لون البول لما بيبقى غامق على طول لازم تشرب ميا دي إشارة لإيه دلالة على إيه اللون البول لما بيبقى أحنا بنشرب أقل من 2 لتر ميا في اليوم هو المعدل الطبيعي للستات من 2.5 ل 3 لتر في اليوم الرجال أكتر شوية ترجمة نانسي قنقر